قبل ما أبدأ ملخص الفيلم عاوز أفكركم ندع لإخواتنا أن ربنا ينصرهم ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ناخد مع بعض السواب الكبير جداً ده وبعد ما تسمعوا الملخص أتمنى أنكم ما تمشوش على طول اعملوا لي لايك للملخص واتبوا لي رأيكم في الكومنتات بس كده حضروا مشروبكم المفضل ويلا بينا نبدأ ملخص الفيلم بيبدأ الفيلم في سنة 1905 وقتها كانت السين مؤمنة بتدريب الكون غفوق لا بعد حد ممكن تتخيلوا وعشان كده اخترعوا مدارس وأساليب كتير وما بقاش في حد قادر يواجههم احنا بقى بنروح لمدرسة من ضمن المدارس اللي بتعلم الكون غفوق وخاصة أسلوب الوينغيشان اللي كان يعتبر من أقوى أساليب فنون القتال وقتها وبنشوف الراجل واخد عياله الاثنين ودخل بيهم على مدرسة فوشان عشان يواجههم للمعلم اللي هناك يمرنهم ويخليهم أقوية وبنعرف بقى أن عياله اسمهم يبمان وتنشو لكن تنشو كان ابن بالتبني بس أبو كان بيعتبره زي ابنه بالضبط وما نعرفش هو بجابه منين ولا لقافين بس هنعرف سوا المهم أبو الأولاد دول بيروح يسلمهم للمعلم وبيعرفوا أنه هيسافر لهونغو كونغ وهيسيب له الأولاد يعلمهم زي ما هو عايز فالمعلم بيجيب لكنين الأطفال وبيعرفوا منهم قبل ما يتعلموا أي حاجة لازم يعرفوا أن المدرسة هنا ما بتقبلش غير المحترمين وفي قواعد وأساليب معينة لازم يتبعوها لو عاوزين يبقوا كويسين في الونغشان بيودعهم أبوهم وبيمشي على أمل أنهم يبقوا حاجة قدام فبياخدهم المعلم وبيخليهم يبقوا مع زميلهم في المدرسة لكن بنعرف أن المعلم ده تعبين ولازم ياخد العلاج بتاعه كل يوم بس يوم ما يبمن وصل للمدرسة نسي نفسه فضل مركز معاهم لدرجة أنه نسي ياخد العلاج وده للأسف هيأثر عليه تاني يوم بقى المعلم كان جايب المساعد بتاعه تشانغ عشان يعرضه قوة الونغشان بس هم مغمضين عينيهم وبيبني أن الكنين أقوية جدا حتى وهم حطين قماش على وشهم لحد ما التمرين بيخلص وساعتها المعلم بيشكر في تدريب المساعد بتاعه وبيعرفوا أنه اتطور جدا عن الأول بعدها بيعد يشرح للطلبة هم كانوا بيعملوا إيه وأنهم لازم يعتمدوا على عقلهم وحواسهم قبل ما يعتمدوا على عنيهم بمعنى أنهم لازم يبقوا حاسين بكل ضربة بتطلع منهم فبيعجب الطلبة بأسلوب المعلم بتاعهم جدا وبيبقوا مبهورين بيه بالليل بنشوف تانشو ويبمان وهم نايمين بس تانشو كان بيحلم بحاجة كده عن اليابان وبيشوف نفسه هو صغير وسط طلبة يابانيين وتقريبا فيه صلة ما بينه وما بينهم بس هنعرف مع بعض قدام المهم يبمان بيصحى على صوت أخوه بيحاول يطمنه وكانوا اللي كنين جاعنين فبيطلعوا يتسحبوا للمطعم ممكن يلاقوا حاجة بس وهم خارجين في بنت زملاتهم بتحس بيهم وبترح وراهم فهم بيخافوا لا تقول للمعلم بتاعهم لكنها بتطلب منهم يدوها حلويات وساعتها مش هتقول لحد عاجة زي رشوة كده يعني فبيوافقوا وبيدوها وبيعودوا ياكلوا سوا تاني يوم بنشوف المعلم وهو بياخد العلاج بتاعه وبيوصل مساعد بتاعه انه يستلم المدرسة من بعده وكمان ياخد باله من يبمان لانه باين عليه انه شاطر وهيبقى حاجة جيرة جدا في المستقبل بس ما بيعدش كتير والمعلم بيقع على الأرض ميت لانه ما خدش العلاج بقاله يومين وده أثر عليه والمدرسة كلها بتزعل عليه جدا وبيروحوا يعملوا مراسم الدفن وبيستلم المساعدة شنغ المدرسة من بعده وبيدرب الطلبة بتعد الأيام والسنين لحد ما بنوصل لسنة 1915 وساعتها كان يبمان كبر خلاصه بقى شاب وكل الوقت ده كان مستغله في التدريب حتى وقت الراحة نفسه ما بيردش يبطل تدريب وبيفضل مكمل وده اللي كان مخليه فريق عن زميله بالليل بقى بيخرج مع أخوه وصحابه للسوق وهناك بيسمع صوت موسيقى جميلة قوي ولما بيمشي وراء الصوت بيوصل لواحد مع جهاز الجرامافون أو زي ما بيقولوا عليه عندهم الحاكي فبيقف يبمان يتفرج على الجهاز وهو مبهور وبيتفاجئ ان في بنت تانية واقفة الصوت وبتتفرج هي كمان فاللكنين بيبصل بعضه تقريبا كده أعجبه ببعض لكن وقت ما البنت كانت بتتكلم مع صاحب الاستوانات كان يبمان بيحاول يعرف الصوت بيطلع زي من الجهاز بس غاصب عنه بيبوز الاستوانة وصاحبها بيطلب تمنها منه لكن يبمان ما كانش معه فلوس ولما البنت لحظت ده اشتريت هي الاستوانة البيضة عشان تنجد يبمان واللي سألها على طول عن اسمها عشان لما يجي معه فلوس يبقى يدفع لها لكن البنت ما رديتش تقوله على اسمها وثبته ومشيت وقتها أختها سألتها هي ليه اشتريت الاستوانة البيضة فعرفتها انها اشتريت مشاعر مش استوانة وهنا بنعرف ان البنت دي وقعت في حب يبمان وهنعرف هي مين بس كمان شوية البنت دي بقى بتروح تتمشى في السوق لحد ما بتقف قدام مجموعة بنات بيقدموا عرض رأس بس بتشوف شوية بلطاجية وهم عاوزين يضربوا واحدة منهم وساعاتها بتدخل علشان تحوش عن البنت دي فالوات كان هيضربها بالقلم لو لان يبمن بيظهر ساعاتها وبيدفع عنها وبيمسك ايد الشاب ده وبينصحه انه ما يقربش منهم لكن الشاب بيدغز منه وبيبقى عاوز يتقتل معاه وقتها هيبمن بيوريه اسدوب الوين غشان ومن غير ما يتعب ولا يتحرك كتير بيقدر على البلطاجية كلهم لوحده فالبنت بتعجب بيه جدا وبشجعته قوته ولما البلطاجية بيمسكوا سكاكين عشان يقتلوا يبمن البنت بتروح تحذره فهو بياخد باله وبيكمل فوقهم وما بيخلوهم شنافقين خالص وبعد ما الخناء ما بتخلص البنت بتسأل يبمن عن اسمه لكنه ما بيرضاش يقول لها على اساس انه بيرضها لها يعني بس بعد ما بيمشي صحاب يبمن بيعرفوها كل حاجة عنه وانهم كمان بيتمرنوا في مدرسة فوشان فبترجع البنت على بيتها وهي بتفكر في يبمن وبتكرر تكتب له رسالة وتبعط له بيها اختها عشان تتعرف عليه لكن اختها لما بتوصل ما بتلاقيهوش هناك وبتقابل زملته مي اللي عينها منه فما بترداش تقول لها انه هو جوه وبتعرفها انه خارج ولسه بدري على ما يرجع وبتسألها لو كان في حاجة تقدر تبلغه لما يرجع فالبنت بتديها الرسالة وبتمشي ولما بترجع للبيت بنشوفها وهي بتساعد اختها لانهم لسه شاريين حك جديد عشان تشغل عليه الاستوانة اللي اشترتها من السوق يوم الخناقة وبتسأل اختها لو كانت وصلت الرسالة يبمن في ايده على الناحية التانية بنشوف يبمن وهو مسافر لهنغو كونغ ومعرفش بالرسالة اللي جات له من البنت اللي معجب بيها وده الان ما يخبتها عنه عشان مايروحش يتكلم معاها بيوصل يبمن لهنغو كونغ وهناك بيروح لمدرسة جديدة عشان يتعلم في نفس الوقت اللي البنت بتروح له فيها المدرسة عشان تشوفه بس بتعرف انه سافر لهنغو كونغ من فترة ولسه مرجعش وبرغم كل ده ما بتفقدش الامل وبتعد تستنى وهي بتفكر فيه تبتشوفها ماي وهي ماشية من المدرسة وبتبدأ تغير منها وما بين هنا وهناك كان يبمن وحبيبته بيفكره بعض طول الوقت بتعدي السنين وبنشوف ماي وهي في المدرسة بعد ما كبرت وبيروح تنشو عشان يتكلم معاها وبيصراحا وبيحبها ومعجب بيها لكنها كانت عينها من يبمن من الاول ولما ما بدلهاش نفس الشعور فقتت الامل فيه وعشان كده قبلت بحب تنشو وبدأوا يعملوا تقوس الزواج في نفس الوقت كان يبمن بيلعب ماتشوكي في المدرسة بتاعته بس وهو واقف بيسمع شاب انجليزي بيتاري على الصينيين وانهم زي البقر والكلام ده فبيضغز يبمن وبيطلب منه مايقولش عليهم كده لكن الشاب بيقوله انه يدخل اصاده في تحدي ومش هيخد في ايده حتى دقيقتين وفعلا بيدخله في اخناقه سوى بس يبمن بيتغلب عليه بسهولة وبدل ما كان هو اللي هيفوز علي يبمن في دقيقتين يبمن بيفوز عليه في خمسة واربعين ثانية بس لكن عشان يبمن طيب بيساعد الانجليزي وبيقومه فكل اللوافين بيعجبوا بيبمن وبقوا بيتكلموا عنه طول الوقت لدرجة انه سمعته بقت سبقى زي ما بيقوله وكل ما يمشي في مكان بيلاقي الناس بتتكلم عنه وبنشوفه هو رايح لصيدلية عشان يشتري علاج للشاب اللي ضربه فصاحب الصيدلية بيتعرف عليه وبيسأله عن اسمه والكلام ده وكمان بيعجب بيه لما بيسأله واخد العلاج لمين وبيعرفوا انه واخده لنفس الشاب اللي ضربه وبيطلب منه يدخل قصاد بعض في تحدي لكن يبمن كان شايفه عجوز قوي وطبعا لو دخل قصاده في قتال الراجل مش هيستحمله وهيقع منه وكان مستهتر بيه على الآخر لكن العجوز بقى كان مصمم على القتال ده وبدأوا يدخل قصاد بعض في البداية كان يبمن خايف انه يوجه للرجل ضربه غلط ويموت منه بس لما سخنه هم اللي كنين على بعض يبمن ما كانش قادر عليه وده لان العجوز كان عارف الاسلوب اللي بيلعب بيه وكمان بنكتشف انه كان بيتمرن عليه طول عمره لحد ما وصل لمرحلة عالية جدا من التدريب وطور اسلوب الوين غشان فيبمن ما كانش قادر عليه خالص وسأله تعلم فين لكن الراجل العجوز عرفه انه طور الاسلوب ده من نفسه من غير مساعدة وبيعرض كمان علي انه يعلمه من غير مقابل وكل ده علشان شافه انسان طيب ومن الوقت ده فضل يبمن يتمرن على ايد العجوز طول الفترة اللي قاعد فيها فونغو كونغ بتعد السنين وبنوصل لسنة 1917 وخاصة على رصيف في الميناء وساعاتها بنشوف مجموعة يابنيين وهم بيدخلوا بضعة للصين وكمان بيطلع معهم حصانة لدرجة ان الزباط ما بيقدروش يفتشوا البضعة دي بنشوف بعدها تينشو هو مسؤول كبير في البلد بعد ما وصل لاتحاد الوينغشان في الصين وعشان كده كان في ناس كتير بيروحوا يزوروه عشان ينضموا للاتحاد بتاعه بس تينشو ما كانش موافق على انضمام اليابانيين لانهم من برى الصين وما ينفعش حد غريب يبقى في وسطهم وده اللي دايق اليابانيين جدا وخدوا بعضهم ومشيوا بنرجع احنا بقى تاني ليبمان وهو بيتمرن مع العجوز على اسلوبه في الوينغشان وده عشان يكتسب قوة اكبر من اللي كانت عنده قبل كده وكمان العجوز ماسكم بهدلهم خلي يفتح حوض ويعمل له امرونة كبيرة لحد ما بيوصل يبمان لدرجة عالية جدا من التدريب وخلاص بيجي الوقت اللي لازم يسيف فيهونغو كونغو يرجع تاني البلده بعد ما اخد كل اللي عاوزه من العجوز بيرجع يبمان من تاني الفوشان وكان ساعتها في سنة الف تسعمية وتسعتاشر واول ما بيرجع بيلاقي ناس كتير مستنينه وخاصة مي اللي كانت فرحانة برجعه جدا لكن اخو تانشو بيستقبله وفي اول سلامة بينهم بيطلب منه يدخل قصاده في تحدي عشان يشوفوا من فيهم الاقوى زي زمان فالكنين بيدخلوا مع بعض في قتال لكن بيبني ان يبمان اقوى من اخوه وده فضل العجوز اللي علمه اسلوب الوينغشان الجديد عشان كده تانشو كان مستغرب لانه عارف الاسلوب اللي تعلمه سوى فبيحكي له يبمان كل حاجة وبيعرفوا اللي العجوز علمهوله وبيعود يعلمهم واحد واحد كل اللي تعلمه عشان يبقوا بنفس القوة اللي عنده بيوصل المعلم تشانغ هو كمان وبيسلم على يبمان وبعدها بيعودوا يتكلموا سوى بالليل فبيحكي له يبمان على تطوير اسلوب الوينغشان وبيعرفوا انهم لما يطوروا الاسلوب القديم بتاعهم ساعاتها يزيدوا في القوة لكن تشانغ بيكون رافض المبدأ ده خالص وده لانه مش عاوز يسيب اللي المعلم بتاعه علمهوله وبيتريع على اسلوب الونغي شان بتاع يبمان وبيطلب منه يوروهوله عشان يحكم عليه بنفسه فبيقوم يبمان يتحدى واللي كنين كانت قوتكم كبيرة جدا لكن يبمان ما كانش راضي يهين المعلم بتاعه وما كانش بيوصل ولا ضربة من ضرباته لتشانغ على عكس ما كان تشانغ بيعمل لانه كان متعصب جدا من يبمان ومش مركز مع اللي بيعمله هو بس كل اللي اهمه انه يثبت له ان اسلوبهم القديم هو احسن اسلوب وما حدش يقدر يغير ولا يقلل منه ومن كتر عصبيته بيادرى بيبمان جامد وبيوقعوا على الارض وبيمشي يبمان وهو متدايق وبيروح يعط في المدرسة وهو بيفتكر كلام العجوز معاه وخاصة لما كان بيقوله انه هيحصل له مشاكل كتير لو صرح الكل انه عاوز يطور اسلوب الونغي شان وده لان فوشان ما كانوش مؤمنين بالتطوير وعاوزين يفضلوا زي ما هم على الاسلوب القديم ومن وقتها وهو ساب المدرسة وبدأ حياته الجديدة لوحده باسلوبه الجديد بيتأثر يبمان لما بيفتكر الكلام لكنه ما بيلحاش وبيلاقي ما يدخل عليه فبيشوفها تينشو وهي بترقبه وساعتها بيزعل جدا لانه بيحبها اما المعلم فكان قاعد في قط ويفتكر التحدي اللي كان بينه بين يبمان ولما بيركز مع المطش شوية بيعرف ان يبمان كان قادر يهزمه كذا مرة بس مرضاش فبيروح تاني يوم لمجبرة المعلم بتاعه وبيعود يبرر له اللي يبمان عمله وبيعرف انه ما ينفعش يطرده من المدرسة بعد اللي عمله لانه طلع شاطر جدا واسلوبه فريد من نوعه في نفس الوقت بقى بيروح لتينشو اللي هو قاعد يمرن الطلبة بتاعته بيلاقي مجموعة يابانيين جايين عاوزين ينضموا ليهم لكنه بيرفض فبيبدأوا يقللوا من اساليبهم وقوتهم وبيطلبوا منه انهم يدخلوا في تحدي وساعتها هيعرفوا اسلوب مين اللي اقوى فبيوافق تينشو بيقرر انه يدخل يواجههم بنفسه في البداية تينشو كان قادر عليهم كلهم وما فيش حد بيدخله الا وبيعلم عليه لكن بنت الزعيم بقى بتكرر انها تدخل تواجهه بنفسها وبتطلع له سيف علشان تواجهه بيه المعلمة شانغي قرفت في البداية لحد ما تينشو قال له انه موافق على التحدي وبيدخل يواجه البنت من غير خوف وبرغم انها كانت مسكة سيف الا ان التين كان قوي جدا وبيقدر يهزمها بسهولة فبيتضيق زي من اللي حصل وخاصة ان بنته خسرت التحدي وبيعتزل للتينشو وتشانغ وبياخد رجالته وبيمشي في نفس الوقت بقى كانت حبيبي تيب من قاعدة تفكر فيه واختها لما بتدخل عليها بتقول لها تنساه او تروح تسأل عليه من تاني لكن البنت تعرفتها انها دورت عليه تتير وبرضو ما قدرتش توصله والتاني يوم بتروح للساني معلشان تغير جاو فبالصدفة بتعود في كرسي وبتتفاجئ ان يب من هو اللي قاعد جنبها وماقولكش على اللحظة الرومانسية دي بقى وبعد ما الفيلم ما بيخلص بتخرج تماشي السواق وبترجع تتكلم معي يب من لكن مية كانت معاها هي وتنشو وساعتها كانت غيرانة جدا منها بس البنت طالبت من يب من انهم يتماشوا سوا شوية واخدته اللي بعيده سبت مية مع تنشو ودي كانت اول مرة يب من يعرف ان اسمها شيونغ وقضوا اليوم كله سوا وتاني يوم كمان اخدها للمدرسة بتاعته وده عشان يعلمها اسطو بالونغشان فشفته هو بيتمرن وكل حياته عبارة عن تدريب قدامه جسمات خشب وقالت له ان لو فضل كده على طول هيبقى زيهم فوعدها انو يكتب اسمها على مجسم منهم عشان يفضل فكرها لكن وقت ما كانوا بيتكلم وبيلاقي مية دخل عليهم وبتشوفهم مع بعض فكانت غيرانة جدا منها وبين عليها بس لما شيونغي بترجع للبيت بابها بيكون عرف انها بتقابل يب من وبيعد يزعق لها لانه فقير ومش من نفس المستوى بتاعهم لكن شيونغي بتتحدى وبتقوله انها تفضل تقابل وتتكلم معاه وتاني يوم بتجهز له هدية وبتروح توديها له وبتعرفوا انهم مينفعش يتقابلوا تاني ولما بيعرف اللي حصل بينها وبين ابوها بيقرر يروح يتكلم معاه ويتقدم لها فبيشوف ابوها وهو قاعد مع ناس انجليز بس ما بيكونش عارف يفهم لغاتهم فبيتدخلوا وبيساعدوا وبيقولوا على اللي هم عاوزينه وبعدها بيعد يتكلم معاه في الجنينة فبتشوفهم شيونغوا هم قاعدين سوا وبتبقى فرحانة جدا بنروح ساعة تلتين شو وهو رايح يتكلم مع ماي وبيعرض عليها انهم يخرجوا سوا لكن لما بتعرف ان نيب من مش هيخرج معاهم بتتدايق وبترفض فبيعرفها تين شو بمشاعره ناحيتها وان نيب من بقى بيحب واحدة تانية دلوقتي وما ينفعش تفكر فيه فبتتدايق مية جدا وبتعود تعيط فبيحاول تين شو يوسيها وبيدلها هدية فبتفتكر ايما كانوا صغيرين وهم قاعدين ياكلوا سوا وبتتأثر وبيقرروا انهم يعملوا مراسم الجواز بسرعة تاني يوم كان الفرح بقى والكل مجغول بالتجهيزات لكن تين شو بيتفاجئ ببنت زعيم اليابانيين وهي جاية تدي له هدية جوازه تب يستغرب انهم بيقدموا له هدايا كمان وبرغم انهم اعداءه الا انه بيقبل الهدايا عادي بيتم الفرح على خيره والكل كان مبسوط لحد ما بيوصل يب من المعلم تشنغل قطه لانه كان شارب وسقرا على اخره وساعتها الخدم بتاع المعلم دخل عليهم وهما بيتقاتلوا لكن تشنغل امروا يخرج ويسيبهم لوحدهم اما يب من فبعد ما بيتطمن ان المعلم نام بياخد بعضه وبيمشي وبعد شوية بنتفاجئ بزعيم اليابانيين وهو وايف فقودة المعلم تشنغ وبنكتشف ان تشنغ مات مقتول فقودته تاني يوم بينتشر الخبر في كل حتة وبيوصل يب من علشان يشوف المعلم بيلاقيه ميت بالضرب في مناطق حساسة فبيفتكر ان معلم تنشو نفس الاسلوب ده وبيشك انه هو اللي قاتله وبيجري بسرعة عليه علشان يواجهه لكن تنشو بينكر انه عمل كده وما بيبقاش مسد انه اخو شاكك فيه بس هم وقفين بيتفاجئوا بالشرطة دخل عليهم لانهم جايين يقبضوا علي يبمان ولما بيروح الاسم بنعرف ان الخادم هو اللي شاهد عليه لانه كان اخر واحد مع المعلم بالليل فقودته وكمان كانوا بيتقتله فبكده كل الادلة بقت ضد يبمان بتعرفش ينغب اللي حصل وبتبقى زعلانة جدا علشان حبيبها وبتفكر في اي حل علشان تطلعوا وباباهم تبع حالتها بنفسه واخد باله من تصرفاتها بيستلم تنشو الاتحاد بشكل رسمي وبيوافق على انضمام اليابانيين ليهم اما الشيونغ فبتروح تزور يبمان في الساجن وبتفضل معاه وبعد فترة كانت ميق عادة في قودتها بتفتح هدايا الجواز فبتلاقي الهداية اللي بنت زعيم اليابانيين جابتها لتنشو ولما بتفتحها بتلاقيها رسالة لتنشو وعشان يقتل رئيس الاتحاد اما الشيونغ بقى فقررت تضحي بصمعتها وشرفها عشان بس تتخرج يبمان من السجن وبتروح تقول للظابط انه كان معها ليلة الحادثة ولما ابوها عارف الموضوع زعق لها عشان ضحيت بشرفهم لكن ما كانش فرق معها كل ده واللي هممها ان يبمان يخرج من السجن واول ما خرج قرر انه يتجوزها علشان يردلها الجميل وكمان عشان محدش يقول عليها كلمة وحشة وبعدين بنشوف ماي وهي بتحاول تنتحر في قوضتها وده عشان ما استحملتش انها تعيش مع تنشو تحت سقف واحد بعد اللي عمله لكن من حصن حظها انه بيوصل للقوضة قبل ما تموت وبينقذها فبتوجه بالرسالة اللي كانت موجودة في القوضة وانه زي ضحب حياته علشان اليابانيين وكمان عرفته انها وصلت الرسالة للمعلم عشان يعرف براية يبمان فبسرعة تنشو لما حاجته اخذ مراته وقرر يهرب قبل ما يتفدح والشرطة تقبض عليه بس وهو بيهرب بيتفاجئ ببنت زعيم اليابانيين قدامه وبتطلب منه انه يقتل المعلم لكن تنشو بيرفضه وبيعرف انه عمره مايعمل كده بس زعيم بيقاله انه مش بمزاجه وانه كل ده يعتبر لسه البداية ولازم ينفس كلامهم للاخر فبيتضيق تنشو وبيدفع عن نفسه ومراته اللي اليابانيين بيستغلوا الفرصة وبيمسكوها وبيهديدوا بيها فبيخاف تنشو بيقرر يسمع كلامهم علشان ينقذها وبياخد معاه مجموعة من اليابانيين وبيتنقر بالقناة عشان يقتلوا المعلم بس قبل ما يعملوله حاجة بيوصل يبمن وبيدفع عن المعلم وبينزل ضرب فيهم كلهم لوحد ومحدش فيهم قادر عليه وما بيفضلش غير اخو تنشو اللي اللي كنين بتكون قوتهم قريبة من بعض وده لان يبمن علم اخوه استوبلون غشان المطور بس يبمن مهما كان اقوى منه لانه فادل يتمرن على نفس الاسلوب لفترة طويلة وقدر يهزم تنشو في النهاية وقتها تنشو اعترف له بكل حاجة وكمان عرفوا انه ياباني مش سيني زيهم وانه لما كان طفل هرب من اليابانيين وجل الصين عشان يتعلم اسلوب الونغشان وبعدها يجند اطفال يابانيين كتير وده يفسر لنا هو كان بيحلم باليابانيين لفي البداية وفي لحظة ضعف بيقوله انه ما عادش قادر يعمل جرايم تاني ولا يقزي حد وبيعرفوا ان اليابانيين خطفوا مي معاهم وهو كان مضطر يقتل المعلم علشان ينقذها وبيطلب منه يروح يجبها منهم فبيمشي يبمن بسرعة وبيوصل للمكان اللي خطفين مي فيه بس اول ما بيدخل اليابانيين بيرشوا في عينه وما ادى بتخليه مش عارف يشوف قدامه وكان يعتبر خلاص هيموت له لانه بيفتكر اسلوب الونغشان القديم لما كان المعلم بيتمرن عليه وهو مغمي عنيه وبدأ يركز عشان يطبق نفس الاسلوب ويستخدم حواسه وفعلا الطريقة دي نكحت وقدر يواجه كل اليابانيين وكمان بيقدر يهزم الزعيم وبينقذ مي وقتها الشرطة بتوصل وبتوبض على كل اليابانيين وبيفتشوا كل البضاعة اللي موجودة واللي بنيكتشف انها مخدرات وكمان فيه اطفال يابانيين متهربين في السناديق وكل ده عشان بس يدخلوا الصين ويتعلموا اسلوب الونغشان بعدها بنشوف تينشو وهو بيقتل نفسه عشان يخلص من العذاب اللي جواه وبعد مدة بنشوف المعلم وهو لمم شوية اطفال حواليه وقاعد يحكي لهم على اسطورة يبمان اللي قدر يتغلب على الشر وقضى على اليابانيين اما يبمان بقى فرجعتني للمدرسة بعد ما تجاوش يونغ وخلف منها طفل كمان ولو وصلتم معي لحد هنا فاكيد الملخص عجبكم وبدع ربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوا يا رب وتفرحوا كده زي ما هتفرحوني بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة واشوفكم على خير الملخص اللي جاي ان شاء الله سلام يا احلى واجمل ناس في الدنيا